السباق نحو البيت الأبيض على أشده خصوصا في الولايات المتأرجحة فبين اللون الأحمر والأزرق ترامب وهاريس يحاولان استمالة أكبر قدر ممكن من الأصوات وفق موقع ريكلير بولينغ في ميشيغن هاريس تتراجع ترامب على سبيل المثال كما نتابع في هذا العرض الذي يظهر أمامنا يتقدم عليها بمعدل 48.5% أما هاريس فلديها 47.6% أيضا لو نتكلم على الولاية الثانية التي تظهر أمامنا وهي بنسلفينيا ترامب يتقدم ب48.3% مقابل هاريس التي سجلت 47.9% أيضا في نورث كارولينا يواصل ترامب التقدم بنحو 48.7% مقابل 48.2% لكاميلا هاريس أيضا في أريزونا المرشح الجمهوري يتقدم على الديمقراطية كاميلا هاريس بمعدل 48.1% مقابل 47.6% لكاميلا هاريس لكن في ولاية ويسكنسون تحافظ هاريس على تقدمها بهامش بسيط نوعا ما 48.3% مقابل 48.3% لدولالد ترامب وبهامش بسيط جدا أيضا تقدم ترامب في نيفادا بمعدل 48.2% مقابل 48.2% لهاريس أيضا في ولاية جورجيا ترامب يتقدم بمعدل 48.3% مقابل 47.8% لتبقى هذه الأرقام تتغير باستمرار إلى حين موعد الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر